هذا السؤال عن إبراهيم بليه لريني اتشار اتشار تلاتة تلاتة يعني نحن نسميه دردار دردار اربعة اربعة و بشار بشار خمسة خمسة صيحن دا هادي فاصن دا اكي تاني بليه سياتيو عبقل لي عطييني عدد من بليه اذا منعدون تلاتة تلاتة بزيد اتنين اربعة اربعة بزيد اتنين خمسة خمسة بزيد اتنين طب اول شي مثل انتوح اللين هيك سؤال تقريبا انه هو معتد تلاتة تلاتة اربعة اربعة خمسة خمسة من اوجد الايكوك اللي 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 بتقسم عليهم من دون ما يزيد شي بعدين منضفره اتنين فيعني هاو نبين ما بين بعضهم نضاعصال اصلا نضربن ببعض تلاتة بأربعة بخمسة تلاتة بأربعة بخمسة طبعا ستين فمعاتا لو ما بزيد شي كان الجواب بكل بساطة ستين بس هو شو عبقل لي اكي تاني بليه سياتيو بزيد اتنين امعاتا الجواب اتنين وستين بكل بساطة سينان اكي فارق الالاج سكي سات وان اكي سات ارالك لا اتش مكتدير عنده سينان علاج دوا يجب ياخد كل 8 ساعات و 12 ساعة هادي الدوا طبعا دوا اكي يعي اتنين مختلفين واحد كل 8 ساعات واحد كل 12 ساعة اكي الاج ايني عنده ايج تقتان ايج تقتان صنرا او ايج تان اناس كاتش جن صنرا الاج لارنا تكرار ايني عنده ايجا الرافطة يتاخدون مسلا الساعة 12 المسا امت رح يرجع ياخدون بعد كم يوم بنفس الوقت 12 المسا هاي دايمن امت بعد كم اناس كاتش جن صنرا هادي مناخد الابو ايه الايكوك اللي ايهم نحسب الايكوك تبع الـ 8 والـ 12 اناسا نتقسمه على 2 اذا نقسمه على 2 مع انهم نقسمه على اكتر اذا بـ 2 لارزه 2 و 3 ما بتقسمه اكتر من هيك فبوقف معتها هدول الايكوك اللي ايهم هو 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 الايكوك بناخد كل شي نحن يعني 24 معتها هدول اتنينة ثم مع بعض بعد 24 ساعة بيرجع وبياخدوا العداج 24 ساعة اوين الجواب هو ما بده كم ساعة بده كاتش جن كاتش جن 24 ساعة يوم واحد يعني الجواب واحد عبقلي ا اكسي دورت ايلي بي ارتي اوت دوال صيلا رو ارى لارنضا اصال هدول العددين ارى لارنضا اصال مو الاول بي ها من الاول بي ا ناقص 4 وبي زائد 3 طيب اذا مناخد ا ناقص 4 منقسمه على بي زائد 3 بطلع 22 على 55 حسبلي ا على ب اوالله سهله بقول بي زائد 3 هي 55 معانت البي فين احسبها بكل بساطة عدد زائد 3 55 52 والا ناقص 4 هي 22 والله الا 26 يعني 26 بكل بساطة وهي 52 المشلي هيك وين صارت صارت الفكرة بكل بساطة انه انا 22 وال55 اللي هن ا ا ناقص 4 وبي زائد 3 على اساس ارى لارنضا اصال بس انا 22 وال55 ما هن ارى لارنضا اصال فعليا وهذا الغلط الغلط الطلاب شنون بحلوا السؤال هاد قولوا هاي مو 26 وهي 52 بده بيع على ا 52 على 26 يساوي 2 بختاروا د بس هاده غلط ليش لانه هو عبقلي لازم يكون ا ا ناقص 4 والبي زائد 3 ارى لارنضا اصال ما في مشترك بين اياتهم فما بصد يكونوا 22 و55 طيب شنون تحل السؤال قولوا من ساوي صادة ليش ترمي شنون يعني يعني 22 على 55 نختصرهم تقسموا على اي داعش هادول 22 تقسيم اي داعش بظل اتنين 55 تقسيم اي داعش خمسة يعني هادول اتنين على خمسة لازم نكتب وبهاي الحالة فين اقول معتها هلا الـ ا ناقص 4 هي اتنين والبي زائد 3 هي خمسة هيك بصير ا ناقص 4 وبي زائد 3 يعني اتنين وخمسة ارى لارنضا اصال ممتاز خالصة المسألة طيب هو مين بده بده او ب طيب ا ناقص 4 2 سهلين بين ا 6 يعني عدد من ناقص منه 4 بطلع 2 6 بزائد 3 بطلع 5 بين ب 2 معتها ب على ا المطلوب هو 2 على 6 دي هو بتعرفوا من ظغرهم احنا الصادر اللي اشترمي بطلع 1 على 3 يعني الجواب ب لاحظوا مرة تانية ب و ا ما هن ارى لارنضا اصال ما هو هد المطلوب A-4 و B-3 هن اللي لازم يكونو A-3 عقلي يكردا فريلان دول صايد شفتل رندان كاتشتان ارى الارنضا اصال دي يل دير ما هن الارنضا اصال الارنضا اصال مين هن اللي ما بكون فيه اوتاق بيناتون معاة اللي ما هن الارنضا اصال بكون فيه بيناتون اوتاق الـ 3 و 7 فيشي اوتاق بيناتون لا ما بمشي حالهم انا بدي كون بيناتون اوتاق بشان ما يكونوا ارى الارنضا اصال 27 و 28 فيه اوتاق فيه 7 هدول بصيروا اتناتهم بتقسموا على 7 الـ 15 و 55 اتناتهم بتقسموا على 11 13 و 39 اتناتهم بتقسموا على 13 نفسها هدول الثلاثة حطيت عليهم جيد ارى الارنضا اصال دي يل دير في شي مشترك بيناتهم شقد عددهم كل بساطة تلك الاشينات يعني لازم ندفع نقدة نحن نسميها نروح بشتروا عادة السيارات شو بسموه في اسم دفعة اولى يعني أنا ما تدفع لي حق السيارة كلها عاطيني الدفعة مثلا 50,000, 20,000, 10,000 يعني مبلغ معين والباقي من سريد تاكسيت الشعي تاكسيت يعني كل شهر تدفع لي ألف 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 أو مثلا 3000 3000 منقصط لك ها اسمه تاكسيت شو عاب قولو أديني جاك تاكسيت لار بين 3000 وكاتل رندا وراج اكتر المقدار التاكسيت هاد اللي هون لازم يكون إما ألف أو كاتل للألف يعني اشو إما تدفع لي ألف ألف أو ألفين ألفين 3000 3000 4000 4000 وهاكذا تمام أراسل أمودلين أرسان بمودلين فاتح ساتن أرسان أرسان اشترى أ هاد أرسان وتاني اشترى فاتح فاتح طيب وإشت سايدا تاكسيت هاي الكلمة المهمة تبعه المسألة أشت سايدا تاكسيت يعني قصته بنفس الزمن شلون يعني يعني مثلا هنا كل شهرين أو كل كل شهر رح يدفع دفعة على مدى 10 تشهر لازم يخلص له اتنين كل واحد يدفع مبلغ بحيث خلال مثلا 5 تشهر اتنين تون خلص بنفس الوقت أشت سايدا تاكسيت عدد التاقسيطات نفسه تمام طيب هناك رفاته اتنين تاكسيت مكتر الى ارسان اتنين تاكسيت مكتر نن فارك انا سكاش في يا ترى التاكسيت المقدار شقد لازم كل واحد يدفع وشقد الفرق رح يكون بيناته طبعا نحن فينا نقول بكل بساطة أنا بخلي هات يدفع 20 2000 2000 2000 المهم هن شقد المدى اللي رح يخلصوا فيها لازم تكون نفسها طيب بالأصل شقد المقدار اللي عندهم شقد اللي لازم يقصوه يعني شقد المبلغ اللي لازم يدفعوه قال اول شي ارسان اشترب 90 1000 دفع نقدا 20 1000 20% شقد يعني 20% من 90 1000 حفظوها شلون نحسب 20% من 90 1000 نضرب 20 على 100 ضرب 90 1000 شلون نحسب 50% من عدد نضرب ب50 على 100 يعني نصه أصلا شلون نحسب 10% من شغلة نضرب 10 على 100 حفظ هاي طبعا هاي كانت موجودة بالسابعة طبعا شلون نضرب هدول هاي مقامة 1 قبل ما اضرب رح اختصر 0 0 0 0 ضل اللي 20 على 1 ضرب 900 على 1 بين 20 900 يعني 18 ألف معتا دفع هاد 18 ألف اي صان اشتغل 90 ألف أول شي دفعه 18 ألف تمام شقد معتا التقصيد اللي لازم يكون عنده والله دفع 90 راح 18 ضل عنده 72 ألف بده يدفع امتاز لايقص طول هاي هاي 72 ألف بقى ألف ألف 2000 3000 3000 10 1000 10 1000 الله أعلم ننشوف شنون مع المسألة مع فاتح رح يصير الأمر فاتح عنده 120 ألف دفع 30 بالمئة منه يعني دفع 30 على 100 من 120 ألف 1 1 اعلم مع 0 0 مع 0 راح 30 على 1 ضرب 120 على 1 يعني 00 0 3 3 12 هنا يصير عندي 3 صفر 36 معناها فاتح دفع 36 ألف هاي 30 بالمئة والله 120 معناها التقسيط اللي عنده هاد 120 راح 36 بطلع 80 84 ألف معناها هلأ صار عندهم كل واحد لسه عندهم دفع مشان يوفوا حق السيارة إرسان الآ عنده 72 ألف فاتح عنده بده يدفع 84 ألف شو الشرط عليهم اشيت صيدات تقسيت بدي يدفعوا مو نفس المقدار وإنما نفس المدة يعني إذا قسمنا لهم لأرسان 10 دفعات 10 تقسيتات لازم فاتح 10 10 تقسمهم 5 5 لازم 5 5 طيب شقد يعني يقسمون أنا بدي أناز الفرق بينه يكون أقل الشي أو معنا بكبر أنا هؤالت التقسيط التممكن بحسب الابو بلي لهم شلون يعني 72 ألف 80 84 ألف لاحظوا هون اللي بروح بقسم 2 2 ما بخلص فبروح بقسم مباشرة على 1000 بصلي 72 84 مباشرة بقسم على أكبر الشي تعودوا هاي مهمة كتير 72 84 ما خطر لي أقسم غير على 2 بنقسم على 2 ومناخد 72 نصة 36 84 نصة 42 40 لاحظوا بتقسم هدول على 6 لازم تختر ان هدول بتقسم على 6 بطلع هون 6 وهون 7 معاني تلاحظوا شو صار عندي أنا عندي صار الابو اللي إله ألف اتنين ستة بكل بساطة ألف باتنين ألفين بستة بطلع 12 ألف بكل بساطة معاني تهن 12 ألف أو بكل بساطة مداما نسميهم 12 ألف نحن نقول هون ده قسمهم 12 تقسيمة عندي 6000 هده بتفع وهده بتفع 7000 6000 7000 هده 6000 6000 6000 كون قصتنا له ياها على 12 7000 7000 7000 كون خلال 12 مرة خلصنا فبكل بساطة بهذاك الوقت شقد الفرق بينهاتهم أنا زكاتش تيلي أولو والله السبعة والستة الفرق بينهاتهم ألف بقصته هده 6000 6000 هده 7000 7000 سؤالي بعده أتوز كاتل بير بين أضاكي أج أسانسور أش أضاكي gibi çalışمaktadır عنده بنافية تلتين طبي أ أسانسور 2 من كاتل المرال كاتل دون مقتدر هذه أ وقف على مضاعفات لتنين مين 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 تمام 32 and 19 20 21 21 2000 1992 50 21 22 23 22 23 28 29 29 24 هذا عند الستة لازم يوقف هذا عند الستة معانا لازم نمحي ما بوقفوا هدول عند الاثنعش نينتهم بوقفوا معانا ما بصير يوقفوا معانا كأنه يعني عدت قل لي أنت عند مضاعفات الاثنين والثلاثة إذا اشتركوا مع بعض محيهم 18 و 18 يعني 24 و 24 30 و 30 أي ما حيناهم آه بابي اللي كتا دور مصير قيري كان قطل أرضا هاري كي سيدا دور ممكتاد تمام طيب جهة سانسوري آه ببينين دور مدر قطل دور ممكتاد جهة بوقف بالمحلات المبوقفية لأول بي مين هي الواحد يعني نين لا ثلاثة أربعة لا خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعشرة لا ايداعش ناعش تلاتة عش خمستاع ستة عشرة سبات عشرة منتاعش تسات عشرة عشرين وعشرين تنين وعشرين لا ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين أولي بوقف فيه نجير طيب شو المطلوب أسانسوري وعشرين دوردو كات صيص هنجي ستشن أطلب انتعود الواحد والله وين بوقف كل واحد والله الأ واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمين تسعة عشرة الأ عشرة الب واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة الب خمسة انبين هدى خمسة عشرة معناتها عشرة ج خمسة ب خمسة أ يعني الجواب الصحيح معنى تدي مساء اللي بعدها شو عبي قللي عبي قول بالرسم برطانو يا جنشلي 18 سنتيمتر وزن لو 24 متل ما مرسوم بالرسم كورجن شكلين ده كاعتلار üstة جلما شكالي يانيانا بشنون پانون آلت قسمنا 15 كناره بيونجا كاعتلار يبتشتري يور ووضع حسب الرسم اذا رزقنا 24 بضل اللي فراغ 12 سنتيمتر وزرزقنا 18 18 بتزيد زيادة ستين طيب السؤال عقلي اذا علمت بانونو زم لهم 200 إكيوز سنتيمتر إلي إكيوز إلي سنتيمتر الطول بين 200 إلى 250 سنتيمتر مين من هادول هانجي سيبير كنار بو يونجا يوكار داكي جيبي باندار بوشلوك كالماجاك شكل دي يبش ترابيلي مين من هادول إذا لزقته ما رح يضل الفراغ مثلا مثل ما ظل هون أو مثلا هيك تزيد شقفة منه تلزق كلها تمام يعني حطها هيك مثلا بلزق تمام ولا بزيد شي في الأخير يعني هيك ما بزيد شي مين من هادول أو معانتا واضح إنه المسألة هي معانتا روح حسوب أنا شقد الطول تبع هاد البانو وبعدين نجرب عليها هدول أطوال مين بتلزق فيها بدون ما يضل فراغ طيب شو المسألة عابتقول عابتقول أنا المسألة الطول هادي كلياته إذا إذا سميته مثلا الطول أ كلها هادي سميت الطول أ لاحظوا إذا بتقسم 24 24 24 24 24 24 24 بزيد منه 12 معاناتا أ أول معلومة إذا بتقسمها 24 بزيد 12 طيب إذا قسمته 18 18 والله بتقسمه 18 18 18 18 18 هيك بطلع منه لبره 6 طيب شيلوا لهذه الورقة إذا شلتها أنا حذفتها هون شقد بطول بل هاي هيك الورقة قررت أشيلها حذفوا هاي هون شقد هذو الطول اللي بزيد إيه والله 12 ما هي كلها 18 على أساس 6 طلع لبرة أبضل جوة 12 معاناتا هاي كمان معناتها صايرة مثل اللي فوق إنه إذا مشيت أنا في 18 18 رح يزيد منه كمان 12 معاناتا صارت المسألة كالتالي آه هو عدد بتقسمه على 24 بزيد 12 بتقسمه على 18 بزيد 12 مين هو هاد العدد والله خلونا أول شين شوف أول عدد بتقسم على 24 و 18 يعني الإيكوك اللي إله تقسيم 6 3 4 وقف الإيكوك بزيد 12 إيه سهلة سهلة سوية 84 أنا بدي الطول بين 200 و 250 أو بين 250 لحظة معاناتا بجمع 72 و 72 تانية بصير 144 هاي راح تبقى معاناتا هي 72 و 72 144 زائد 72 و 72 أنا بدي تصير فوق الميتين هل بين 150 250 صار 144 و 72 يعني 216 أي إذا جمعناهم بكل بساطة بطلعوا 216 معاناتا آ من دوما يزيد مننا 12 هاي 172 72 72 216 طيب مو بزيد 12 يعني زائد 12 لسه كمان يعني طول صار 228 معاناتا آ طول 228 فعليا 228 هو عدد بين 200 و 250 إذا بقسم على 12 على 24 بزيد 12 وإذا بقسم على 18 كمان بزيد 12 وصار معي طول 228 ممتاز مين من هدول هلأ إذا جيت لزقته على البانون 228 بمشي حاله والله لنجرب إنه 228 بتتقسم مثلا 20 20 قسم 32 32 تقسم 17 17 22 28 19 19 مش خالب بتتقسم أو مشان ما نجرب كلهم بتاعوا نحلل 228 شوف بلكي لقيت العميم بتتقسم تقسيم تقسيم 114 تقسيم 2 بطلع 50 57 تقسيم 3 19 تقسيم 19 1 معنات هاي تقسيم 19 يعني زجيد حطيت ورقة هادي الشكل من هدول حطيت هون 19 هون 25 ومشيت 19 جنب 25 19 19 18 بخالل فالجواب معنات 18 أهل سؤال شعب قل همت بي إن قلند دفون دوار uzنو 8 و 9 100 ile 800 ile 900 arasındadır تقسيم تقسيم ايه بو دوار دک دور جنب بز مس شکل دک كول الى اشعر دک كب اللي اشتري اليوم لحظوا إذا حطيناهن A A A بتعب B B B بتعب و J J J بتعب طبعا A A A لحظوا إذا كان حطينا A تحت بكون تحت 56 يعني يعني كل 56 56 بمشي الحال وإذا حطينا B بيكون تحت 42 معنا إذا مشينا 42 42 كمان بيمشي الحال ولاحظوا J إذا حطيناه على الأرض رح يكون الطول اللي تحته 24 رحظوا هون هيك إذا وقفتوه بوقوف متل ما هو وقف هون الطول تحت 24 24 معناته كأن بقل لي هذا طوله للدوار للحائط بتقسم على 24 وعا 42 وعا 56 هذا الإيكوك الإيكوك طبعا مباشرة لاحظوا هذا مثلا إذا أخر ما خطر لي عليك دقسم مباشرة بتقسم على 2 A وباخده يعني أصلا هون الإيكوك ما بهمني حتى إذا باخده هذا عباحصه بالإيبوب بس يعني على 2 بطلع 12 21 28 رجل بتقسم هدول كلهم على 6 أو على 3 قسم على 3 ها بصير 4 ها بصير 7 ها دي على 3 ما بتقسم بظل متل ما هو اللي بعده مثلا بقسم هدول كلهم على 4 أو يعني 4 أو 28 بتقسموا على 4 هاي 4 1 7 وهون 7 أو بنقسم على 7 بظل اللي 1 1 1 1 بعدها بيكون بساطة هادي الطول اللي بتقسم على 24 وعلى 42 وعلى 56 هو 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 7 اللي هو 2 3 4 7 بطلع 2 3 6 6 4 24 24 ب7 7 نضرب ضرب 7 4 8 2 7 2 14 2 16 يعني 158 معتها الدواد طولها 168 عفوا ولكن وعاقلي بين 800 900 أو بين 800 900 لحظة معتها بديل 168 أجمع 168 وهيك لأوصل 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 800 900 طيب هاي من جمعهم مع بعض 6 يد 1 3 باليد 1 3 360 طيب هاي 2 طلعوا 360 جمعوا معهم 360 هنوصل عجب بين 200 900 2 1 7 6 جمعهم 360 بصير فوق 900 لا جمعهم 168 أنا بدي 168 168 168 وهكذا 0 يد 1 8 أي 4 يد 1 بطلع 8 840 مع أنت الدول وظن هو 840 سنتيمتر هاي منتر شو المطلوب 1 فضلا كاتش قدد كولي المدوت لك يرتبو ينجح كم 1 من 24 إذا مشيت إذا هل منقسم 840 على 24 طبعا هادي منختصر على 2 طبع 4 2 0 طبع 12 ونقسم إذا بدنا كمان على 2 طبع 210 هادي بطلع 6 نقسم إذا بدنا على 3 طلع هادي 70 هادي 2 يعني 35 والجواب هو الجواب B سؤال بعد أشار دك طبع دا بو يل المريان يعني الابي المريان يعني المهم لون يعني هدول اللي هون بردان سكيزي كدر عفون ألتيا كدر ألتدا هل ودو سيلا يزل جاكتر يعني نكتب هون الأعداد من الواحد للستة يعني صفر واحد عفون واحد مثلا 2 3 6 5 4 كميسال يعني ونصوف من الواحد للستة طيب كاري ليرين دشن دا دشن يعني هدول اللي برا ونحط الأعداد بحيث أنه إذا حطيت مثلا هون عدد وهون عدد أضرب ببعض يطلع 8 مثل 2 واربعة ووضح أنه 2 4 عشرة ما في غير 2 وخمسة 18 ما في غير 3 وستة بينين 6 6 وواحد أو 2 و3 معتلا بين القاعدة لاحظوا العدد بي شو هو والله إذا ضرب يكون بتقسم على 10 يعني من قواسم العشرة ومن قواسم الـ 8 معتلا الـ بي جباري 2 ما معقول أحط هون 5 5 بيش قد بطلع 8 ما بصي فالواضح أنه معتلا أحط محل بي 2 ومحل الجنب 5 و2 عند الـ 8 أحط 4 أجباري 2 بي 4 8 طيب ممتاز راحوا الـ 2 والـ 5 والـ 4 بقينا عندي هلأ هون نحط محل الـ ولي فوق ولي جنب ولي عندي الـ 18 ما ممكن غير تكون 6 و3 فإذا حطيت الـ 3 هون والـ 6 هون هحط هون الـ 2 أجباري لأنه 3 بـ 2 6 ما بصير أنا مستخدم الـ 2 من قبل معنات ما بصير أحط الـ 6 تحت هزم أحط الـ 3 تحت محل الـ A والـ 6 فوق وهيك بضلل الـ 1 هون جبار معنات الـ B هي 2 A هي 3 مجموع 5 والاختيار الثاني هو الصح الـ 1 الـ 1 الـ 1 مجموع الـ 1 الـ 200 إنهم أردوا 200 الارض وإنهارة 10 الارض والتي يشتري في الأيام التي تكون فيها مضاعفات الستة يعني اليوم السادس, اثنائش, اثمنتعش, أربعة وعشرين, تلاتين ومشهد والتي يشتري فوق المائتين ليرة يحزفها ستين ليرة من الفاتوة والتي يجب أقول دوكوزون قط الغداء اليوم منضاعفات التسعة يحزفها من المائتين وفوق يعني إذا اشتغل فوق الميتين تسعين ليرة طبعاً أكيد الكل اللي بحب يروح وين بمضاعفات التسعة مشان الشو يحسفو له تسعين ليرة هاد المنطق شو عبقل تحت الشرط الثاني إكي كامبانيان تقشتغن ليردي فارق لأليش فاريش ليردي إكي كامبانيادا كلان الله بيلير إنت إذا جيت بيون مضاعف للستة والتسعة مثل اليوم 18 مضاعف للستة والتسعة فينك تستخدم تبعة التسعة وفينك تستخدم تبعة الستة طبعاً ما أحد بفضل تبعة الستة اللي هي أنه يحسو لي بس ستين ليرة لا يحسو لي تسعين ليرة أحسن هذا الشيء منطقي طيب وقاعدة التالتة بيون دي بيون كامبانيادان صادجة بيون كيز يرى اللانولابيليا بأحد الأيام إذا جيت اشتريت الصبح مثلا وقررت مثلا جيت باليوم التاسع مثلا والله أخدت الشو اشتريت فوق الميتين ليرة روحوا لك تسعين ليرة تجي المسوية لتشتريت خلص راحت عليه ما بصي تستخدم هاي الإعلان أو هاي التقصيد أو هاي الانديريم مرة تانية بيون واحد ممنوع تستخدم الشغلة مرتين نفس الانديريم ممكن تستخدم التاني إذا صدفك تمام؟ طيب جوكسل بيبواليش فيليش مركزين دان راح اشتروا هاي الليستة والتواريخ بدن يترى إناز كاتش تيلي أو ديمة يقمشتر لاح يدفع على الأقل شغل انبينه بحاول ياخد الأيام التقصيد الأكتر يعني خمسة مايس ما في عنده انديريم ليش؟ بالأصل لا مضاعف ستة ولا مضاعف تسعة وما هم مشتري فوق الميتين أصلا في يوم الـ 12 ها ها مضاعف للستة بحظف ستين ليرا انديريم فوق الميتين مشتري لو كان بضاعف للتسعة كان أخذ التسعين يعني بـ 18 ولا لـ 18 بصيروا التنتين فينو ياخد أم الستة يعني يحسفو له ستين وفينو ياخد أم التسعة يحسفو له تسعين لا خليه يحسوه تسعين أحسن إيش بدأ أحسن من هيك رجع أجل مرة تانية بـ 18 مايس يحسفو له تسعين لا الشرط الأخير قال ما بصد تستفيد من الشغلة مرتين بستفيد من التانية يلا ما مشكلة ستين 24 والله ها مضاعف للستة ستين ما مضاعف للتسعة 27 والله مضاعف للتسعة ممتاز بحسفو لي تسعين ليرا معنا بكل بساطة هذا في اليوم الأول دفع مية وتمانين يوم التاني مية وخمسين اللي بعده ميتين واربعين كمان مية وخمسين ميتين وعشرين مية وستين تلاتمية وعشرين ميتين وستين أربعمية واربعين يعني تلاتمية وخمسين هاي المصاري اللي دفعها منجمعهم مجموعهم الصفر هاو كل هاتون تمانية وخمسة وخمسة تمنطعش تمنطعش وطنعش تلاتين وخمسة خمسة وثلاثين خمسة باليد تلاتة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة واثنعش يعني معناته على الأقل لازم يدفع الف ومئتين وخمسين ليرة